نهاردة عواد على المستوى الفردي تقلق وتصدر رقل دا يا جزاء وكان ممكن الزمالك النهاردة يخسر قدام أسوان بعد نتائج متراجعة جدا في الدورة الممتاز علامات استفهام علامات تعجب فريرا لازم يلم الفرقة فريرا لازم يشتغل الفرقة بشكل أفضل فريرا لازم يحط إيده على نقاط ضعف الزمالك بسرعة أكبر أنا لا ألوم فريرا المدرب اللي لسه يعني ما قدرش نحكم على تجربته مع الزمالك دلوقتي لو الحكم على فريرا فإحنا عارفين كلنا إن فريرا مدرب كبير وراءه لكن التجربة حتى الآن المباريات الأولية لعبة فريرا مع الزمالك لا لسه لسه الزمالك محتاج كتير جدا مرة أخرى أنا ضد فكرة تعليق أزمة مستوى الزمالك في عدم قيد لعبين جدد ليه؟ عشان كانوا موجودين النهاردة في أرض الملعب دول لعبين كبار ولعبين دوليين قدام فريق أكيد فيه فرق بينه وبينه بين الزمالك وبين أسوان كبير وبالتالي ما ينفعش أبدا نقول إنه فيه نقصان عدد في نادي الزمالك على ألف مباراة زيدي على ألف مباراة زيدي ولا تقدر تقول إنه الزمالك متأثر بدلين عشان الزمالك دلوقتي بيلعب دوري بس عموماً الزمالك النهاردة صعد لنهاء كأس مصر الموسم الماضي الموسم الماضي مش الموسم الحالي هينتظر بقى الفائز من الأهل وبرمز ثم الفائز من مواجهة الأهل وبرمز قدام بيتروجيت عشان يشوف من طرف النهائي التاني عموماً مبروك لنادي الزمالك وتحية كبيرة جداً لنادي أسوان اللي عمل أداء النهاردة رجولي اللي عمل أداء في جرأة هجومية اللي عمل أداء في روح كبيرة اللي أحرج نادي الزمالك اسم الزمالك ولعبي نادي الزمالك اسم كبير وتاريخ كبير وبالتالي النهاردة أسوان يستحق التحية بكل تأكيد حتى لو خسر المباراة بسوء توفيق في ضربات التارجيح وبالتأكيد بتقلق من محمد عواد الحارس الكبير الحارس الرائع